السلام عليكم اليوم ان شاء الله نشارك معكم ملوي بطريقة جديدة كي يجي محمر مقرمش وهشيش وغادي تحضروا كمية كثيرة في وقت واجيز فخليكم معايا للاخير وما تنسونيش باللايك وتعليق للتشجيع ونخليكم مع المقادر وطريقة التحضير وغادي نحتاجو كمكونات زلافة فينو او قمح الصلب عبرونتوما بالزلافة اللي بغيتو المهم الكمية ديال الفينو كنديرو الدوبل ديالها ديال الفورس دقيق الابيض جوز زلافة دقيق الابيض اللي بغي يضاعف المقادر يضاعفهم وغادي نضيف ملعقة صغيرة ملح والقليل من العسل اللي كي بقى خسياري ولي كي يعطينا القرمشة وكي يعطينا كذلك اللون والسر اللي كي خلينا الملوي جه شيش هو كنضيفو القليل من الحليب كيف كتلاحظو وغادي نضيف غير شوية صافي وغادي نجمعو بالماء تقريما للماء حتاجت زلافة مع زلافة فينو وزلافات دقيق ابيض حتاجت معهم زلافة ماء والعجين غادي غير نجمعوه من دلكوه موالو كيف كتشوفوا معايا انا ما بغيت نجمعو بالعجانة جمعتو غير بيدي باش يبان ليكم العجين ما نرخفوش وفي نفس الوقت ما نخليوش قاسح بزاف ندهنوه بالقليل من الزيت باش اللي درتوه في بلاستيكا ولا تغطيوه بالسلوفان ما يلصقش ليكم صافي ونخليوه يرتاح الوقت اللي ساليتو هدي تعجنو العجين وتخليو حتى تساليو وتبدو تخدمو الملوي ديالكم انا صيبته في الصباح وحتى اللي عشية عاد خدمتي به كيف كتلاحظو ركيد لك الراسو ما نحتاجوش ندلكوه صافي دبا جمعت العجين وقسمتها على ثلاثة الكويرات اللي كبار صافي وغادي نمرو نطلقو الكويرا ديالنا ناخدو الكويرا اللولى غادي نحتاج للزيت نطلقها غير بالزيت وغادي نورق بالزبدة اللي اضفت معها القليل من الزيت والفينو صافي نطلقو الكويرا ديالنا غير بالزيت ما نستعملوش الزبدة دابا فكتلاحظو العجين ركيد لك غير الراسو ما نحتاجوش ندلكوه كتديروه بلاستيكا وكتخليوه الوقت اللي ساليتو كتخدمو بي لان ما فيه لخميرة لولو صافي من اللي كنطلقو الكويرا غادي نرشوها بالخالي ديال الزبدة والزيت والفينو وغادي نطلقوها على ربعة كيف ما كنطلقو المسمن هاد العملية غادي ندير هالكويرات بثلاثة غادي نطلقهم ونطلقهم على ربعة ومن اللي نطلق الكويرا كنرشها بالزبدة والفينو ونطويها على ربعة فمن اللي كنديرو الكويرات كبار فكنسهلو علينا الخدمة وشيف حال لقدرنا الكويرات بززاف غادي نحساجو بزاف تلوقس باش نوجدو نفس الكمية ديال اللي ملويه سوف ناخد المسمنة اللولة اللي صيبت اللولة غادي نطلقها ما نطلقوهاش بزاف غير شوية كيف كتلاحظو كيفاش طلقتها وغادي ناخد هاد القطعة ديالبيزا وغادي نقطعها بشكل طولي انا قطعتها غير على ربعة لان بغيت الملوي جي شوية كبير ما بغيتش هادك الملوي اللي صغير تقدروا تقطعوها على ستة سبعة اللي بغيتو كل ما بغيتو الملوي ديالكم يكون صغير كتقطعوها اكتر يعني قطعتها غير على ربعة صافي وغادي ناخد كل شاريت كيف شفته معايا نطلقوه ونهنوه بالزبدة والفينو وكروه ليه احتى الشاريت كيتطلق لي نبسهولة كيف كتشوفه معايا فكتجي العملية سهلة وكتوجدوا الملوي ديالكم في وقت اللي قصير الشاريت غير كتهزوه بيد ديالكم فكيتجبد راسو كتدهنوه بالزبدة وترشو بالفينو وكتروليوه وكتخليوهم في حلاكة ما تقلبوهمش ستساليو الكمية كاملة تساليو المسمنات بتلاتة تصيبوهم بعد الشكل كنت هنز بالزبدة والرشو بالفينو وكتروليوها من اللي تبعو تروليوها ما تزيروش خليوها مرخوفة وغادي نصيبو المسمنات بتلاتة بنفس الشكل كنتلقو المسمنا كنقطعها شرائح بالعدد اللي بغيتو كل ما بغيتو الملوي صغير كتديرو شرائح اكتر صافيم اللي كنقعد لمسمنات بتلاتة عاد كناخد كل ملوية وكنقلبها بهات الشكل ما كنقلبوهاش في الاول غير كنروليوها وكنخليوها حتى كترتاح عاد كنقلبوها باش تجي مقادة صافي وغادي نبدأ نقرس ونطيب شوفوا معايا السمك ديال الملوي كيفاش خاصو يكون مرقوش بزاف صافي وغادي ناخدو ميقلات من الافضل تكون تقيلة كتعطينا نتيجة افضل كنرشوها بالزيت وكنبدون طيبو النار ما تكونش عالية وش مايتحرقش ليكم الملوي ويجي مدهب صافي غير كنوضعو الملوية ديالنا كنقلبوها غير شد فراسة كنقلبوها باش يتنفخ لينا ويجي مهوي من الداخل وممرق نعطو الملوي ديالنا الخاطر ونطيبوه غير بشوية اللي عندكم مقلات كبيرة غادي تطيبوه بتلاتة بتلاتة او تقدروا تديرو حتى جوج مقلات وغادي تطيبوه بسرعة كيف ما صيبتوه بسرعة غادي تطيبوه بسرعة والملوي ديالكم غادي يوجد في حد الوقت اللي قصير وما يبقاش يغلبكم وكل ما بغينا نطيبو ملوية اخرى كنعودو الرشو بالزيت وكنقوم نقلبو فيها حتى كتطيب وتنفخ كيف كتلاحظو الملوية كيجي رائع محمر وكيجي مقرمش من برة وشيش غير جربوه بها الطريقة لانها غادي تعجبكم كيوجد بسرعة وكتحصلو على نتيجة اللي رائعة غير حاولو تعطيوه الخاطر في الطياب وطيبوه غير شوية تبقى وحده تبقى وتقلبوه حتى كيتحمر وكيتنفخ وكيجي مدهب وشيش كيف كتلاحظو كيجي رائع كيجي ممرق كنقدموه مع العسل وقاتي وبصحة والراحة نتمنى هذه الوصفة تعجبكم إلا عجباتكم بارتاجيوه مع الأصدقاء والأحباب ولايك للتشجيع ونتلقاه مع وصفة جديدة إن شاء الله